من جهتها شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لعام 2014 رئيس اللجنة قال خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم إن القانون يحسن بيئة الأعمال ويوسع من الأنشطة الاقتصادية يعزز النمو وفرص العمل فضلا عن المنافسة في السوق وحضر اجتماع اللجنة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة الشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريعي والرأي